البرامج الهادفة والخطط الممنهجة التي تتبناها وتمضي نحو تفعيلها وزارة الداخلية وعبر نافذة الإدارة العامة للمرور فيما يتعلق بالحفاظ على مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق أفضت إلى حصول انخفاض ملحوظ في الحوادث المرورية بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي إلى جانب هبوط نسبة ارتكاب المخالفات إلى 22% إن الالتزام بالقوانين المرورية التي تفرضها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور واتباع إرشادات السلامة على الطريق لا يمكن لذلك أن يتحقق إلا باكتمال الوعي المجتمعي عالي الحس بخطورة حوادث السير وما قد ينجم عنها من حصد للأرواح وإصابات لها ذلك الأثر المكروه على نفسية المصاب بعد أن ترافقه إعاقة دائمة من المؤكد أن تلازم عضوا هاما من أعضاء جسده وبفضل الخطط الممنهجة وتكامل الجهود الرسمية بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني أظهرت النتائج خفاضا ملحوظا في الحوادث المرورية مقارنة بالعام الماضي بنسبة 14% وفي نفس الوقت تدني ارتكاب المخالفات المرورية من قبل مستخدمي الطرق بنسبة 22% ما يعكس النطج المروري بتجنب كل ما قد يؤثر سلبا على السلامة المرورية ومستوى سيابية الحركة الكوادر الشرطية التي تعمل في تسعة مراكز للمراقبة الداخلية الموزعة في جميع مناطق المملكة وأخرى التي تجوب الميدان بدوريات حديثة على مدار الساعة وفي مختلف الأحوال الجوية تشكل كعنصر مراقبة دائمة لجميع حالات الطرق وتعكف على ضبط المخالفين ومنع تكرار أي تجاوز من قبلهم والتأكد من صلاحية ترخيص مركباتهم ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد بل يتعداه إلى أن يصل إلى تكريم المثاليين من السائقين ممن يلتزمون بضوابط الطريق ومساربه حتى يكون نموذجا يحتذا به من قبل غيرهم الخدمات المتطورة التي تقدمها وزارة الداخلية لها شأن مميز إذ لطالما تمضي الوزارة نحو تفعيل عديد التطبيقات المرورية المتعلقة برصد التجاوزات من قبل المواطنين والمقيمين بدءا من مخالفة الوقوف الخاطئ وصولا إلى التغافل عن وضعية الإشارة الحمراء في ظل وجود ملاحظات متزايدة حول هذه الجزئية الأمر الذي سيسهمه بشكل سريع إلى حصول هبوط واضح بنسبة الخروقات المرورية التي لا تحمد نتائجها لتلفزيون البحرين محمد رشادات ترجمة نانسي قنقر